موسيقى من وين ما كنتوا عم تتابعونا برحب فيكم مجاهدين بحلقة جديدة من انفوكس يعني اليوم رجاء بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم يلي هو التأمين الطبي يعني السؤال الأبرز والأهم شو وضع تأمين الطبي بلبنان اليوم يعني صحة منه مسحة الموضوع منه مسحة بدنا نعرف تفاصيل أكتر منك اليوم من تأمين الطبي أو بالأحرى دولار الطبي بطل مدعوم يعني اليوم المستشفى صار بده يقبض بالعمل الصعبي لأنه كل مستلزماته الأدوية المزوط أو أي شغلة هو عايزة المستشفى عم يدفع بالعمل الصعبي من عدل أسوق الحظ الموظفين والحكمة وبزيط الوقت شركة التأمين لتقدر تخطي نفاقات الطبية أو المستشفى لازم تقبض هي بالعمل الصعبي فاليوم صارت بوليس التأمين عم تنقبض باليو أس دي أف أو ما يعادله بالليرة اللبنانية أو مش لشك لولار والمستشفى عم يقبض بالعمل الصعبي فصار المريض اليوم أو المضمون اليوم عم بقدر صار من المفروض تندفع بالدولار على المستشفى ما عنده أي مشكلة ما عم بيدفع ولا فرق يعني ما بيدفع أي شيء زيادة في حال اندفعت البوليسة بالدولار مظبوط يعني أول ما أخذ البوليسة نحن عنا إيها ببقى في بوليسة من نوع تاني يلي هي يو أس دي أف صار بيفوت على المستشفى كأنه من قبل ع كافة المستشفيات كل مستشفيات لبنان ع كافة أراضي لبنانية بيفوت كأنه من قبل بيدفع شيء من جيبته ولا دولار ولا شيء ولا شيء يعني روجيه هنا هيدا التأمين بيشمل كل البلدان نحنا أكيد نحنا بكل البلدان يلي نحنا موجودين فيه نحنا بكل بلد نحنا كما نصدرنا موجودين أكتر بس البلدان فينا إذا أي لبناني عنده هنيك مساكن هنيك نحنا فينا نصدر له وسيء التأمين أو بوليس التأمين من هؤلاء البلدان نحنا أكيد من لبنان عم نصدره من لبنان هنيك بقى عندهم مشاكل لسوق الحظ أو لحصن الحظ يلي نحنا موجودين عنا فهون دورنا نوعي المواطن اللبناني أنه أنت كيف عم تدفع وسيءتك التأمين هي الأرخص سعرا لو على الدولار أكيد على كامين أرخص وحدة يعني نحنا أكيد وسيء التأمين على كامين تظل أرخص وحدة وعطول بننذكر المشاهدين يعني كلما زيد عدد المشتركين بكامين أكيد بطبيعة الحال تنخفض الأسعار أكيد يعني واحد غير اثنين غير خمسة غير خمسمائة غير خمسة ألف فكلما يزيدوا كلما عم نقدر نوفر للبنانيين والمستخدمين كما السعر الأرخص يعني بظل هالظروف اللي عم نقطع فيها حلو نشوف هيك مبادرات ومشاهدين هيك من كون وصلنا لاختام حلقتنا اليوم ولتأنا فيكن بالحلقات القادمة اشتركوا في القناة